عقدت الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري إحدى المنظمات المتخصصة التابعة لجامعة الدول العربية عقدت فعاليات المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل الحدث الأكبر في مجال البرمجيات على مستوى العالم حيث تصطيف الأكاديمية البطولة الدولية للمرمجة في دورتيها السادسة والأربعين والسابعة والأربعين وذلك خلال الفترة من الرابع عشر وحتى الثامن عشر من إبريل المقبل بمدينة الأقصر الفترة من 14 ل19 إبريل إن شاء الله يكون هنا أكثر من 2400 شاب من مختلف دول العالم أي نوع من الشباب الشباب المبدع الشباب الزو التفكير المنطقي المنهجي الشباب الذين يستطيع أن يجد الحلول للمشكلات الصعبة جدا السباب دول بيشتغلوا في أزا تيم وورك في فريق عمل بيحلوا أصعب المشكلات بيتم يعني أعدادهم على مدار السنوات الأكاديمية العربية الأمكترون داخل البحري يعني المركز الإقليمي لهذه المسابقة من 2011 بنستضيف مسبقات على مستوى الجامعات في مصر إصنافة محافظة الأقصر يمكن دي المرة التالتة اللي بيقام عليها المؤتمر النهاردة وهناك أيضا مرة ربعة تبقى في شهر إبريل زي ما عرفنا أن هم في تنظيم المؤتمر بيتم اختيارها المكان اللي بيعنقض فيه المؤتمر عن طريق مسابقة مع مختلف الدول والمختلف المقاصد زي ما عرفنا أنه كان فيه حاجة مع بعض الدول الاوروبية يمكن الأقصر قدرت أنه في النهاية يتم اختيارها وده بيؤكد على مدى قدرة المقصد السياحي في الأقصر على المنافسة مع المقاصد الدولية ومقاصد المحافظة ومدى قدرة المحافظة الأقصر من استعدادات البنية التحتية من فنادق من مناطق أسرية ومناطق سياحية يعني هذه المسابقة تعتبر من أكبر المسابقات الموجودة في العالم في مجال حل المسائل باستخدام الكمبيوتر احنا كمصر تقدمنا بالملف بتاعنا من سنتين وفعلا تم قبول تنظيم مصر لهذه المسابقة والأول مرة مصر بتقدم مصابقتين في نفس الوقت ده معناه أن احنا عندنا حوالي 2500 متسابق بيمثلوا 2000 فريق من الجماعات العالمية كلها من أكتر من 100 دولة فعندنا خيرة العقول الموجودة في العالم احنا استلمنا كهيت كورتر لمصابقة العربية الأفريقية سنة 2011 كان على مستوى الدولة العربية كلها فيه 45 فريق فقط حاليا احنا بنتابع في الدولة العربية فوق 4500 فريق بيتصفوا في كل جامعة في دولهم وبعد كده تصفيت في كل دولة وبعد كده الفرق اللي طالع من كل دولة بتيجي مصابقة العربية الأفريقية دي أكبر مسابقة بتنظم في تاريخ البطولة بهذا العدد احنا متوقع أكتر من 2500 طالب وباحث وعالم في مجال تكنولوجيا المعلومات ان هم يكون متوجدين معنا هنا متوقعين وفود من أكتر من 100 دولة طبعا فدي فرصة عظيمة جدا لمدينة الأقصر ان الناس دي تيجي تشوف مصر وتشوف الحضارة المصرية